من الاحتجاج على زيادة أسعار الخبز إلى المطالبة بإسقاط الرئيس السوداني عمر حسن البشير هكذا بدأت الاحتجاجات الشعبية في السودان لتتواصل مع شبه توقف لمظاهر الحياة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى سقط خلالها العديد من القتلى إضافة إلى عشرات المصابين وتتزايد المؤشرات على أن تلك الاحتجاجات وهي الأضخم في السودان في طريقها إلى بلوغ أقصى مداها مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين إلى رحيل نظام الرئيس عمر البشير وثمت سيناريوهات يتداولها السودانيون على كافة مستوياتهم السياسية والاجتماعية وفي وسائل الأعلام بشأن مآل الأوضاع في البلاد وما قد تسفر عنه الاحتجاجات الشعبية ومن بين تلك السيناريوهات تنح البشير من منصبه أو أن تنفذ قوى داخل النظام انقلابا للإطاحة بالبشير والأكثر احتمالا هو حدوث تسوية سياسية بين قيادات في المعارضة والنظام لاحتواء الاحتجاجات وأخيرا حدوث تدخل خارجي لدعم النظام أو المحتجين البشير الذي وعد المواطنين من خلال خطاباته بإصلاحات حقيقية لضمان حياة كريمة لهم وجه المتظاهرين بالرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع أهم طالب نتاغ الخلاص هي أن يرحل نظام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض دعا من جانبه إلى تسير موكب جامع تشترك فيه كل القوى السياسية والمدنية بأعلى ممثليها لتقديم مذكرة للرئاسة لتقدم البديل في حين أعلنت منظمة العفو الدولية أن قمع الأجهزة الأمنية للاحتجاجات في السودان أوقع سبعة وثلاثين قتيلا برصاص الأمن وفي أول تعليق رسميا من قبل الاتحاد الأفريقي على الأحداث في السودان قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إنه يتابع بقلق متزايد التطورات السياسية الجارية هناك فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريش عن قلقه لما يحدث من تطورات في السودان وشدد على ضرورة ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي ويبدو أن الاحتجاجات في السودان تحاول أن ترسم ربيعا عربيا جديدا يثمر نتائج جديدة